أربع أبراج فلكية مقبلة على أيام سعيدة مع دخول العيد سفر وفلوس هناك أبراج فلكية مقبلة على دخول أيام سعيدة في حياتها مع قدوم العيد فإذا كنت من متابعي عالم الفلك والأبراج فهنقول لك أكثر الأبراج الحظ في العيد زي ما قال عالم الفلك والأرقام محمد صبحي مع انتقال الشمس لبرج الحمل تتحفز طاقة الحمل خلال هذه الفترة وينطلق الأفراد نحو تحقيق أهدفهم بشغف وحمس وتشهد فترة العيد القادمة حياة مهنية متقدمة وملحوظة واستكشاف فرص جديدة وتحقيق إنجازات ملموسة من نسبة لبرج القوس يشعر موليد القوس بروح الاستكشاف والمغامرة أكثر من أي وقت مضع مدعوم بانتقال الشمس لبرج الحمل ويمكن أن يكون هذا الوقت مع قدوم عيد الفتر المبارك مناسب لبدء مشاريع جديدة أو السفر واكتشاف أماكن جديدة يتلقى موليد الأسد دفع إضافية لتموحاتهم وأهدفهم الشخصية والمهنية مع قدوم عيد الفتر المبارك قد يشعرون بالإلهام لتحقيق النجاح والتقلق في مجالات مختلفة من حياتهم وقد يكونوا مستعدين للتحديات الجديدة وفرص مصيرة موليد الحوت يجد أنفسهم يركزون أكثر على العواطف الرومانسية خلال هذه الفترة مدعوما بانتقال الشمس لبرج الحمل وتزداد رغبتهم هذه الفترة في الاسترخاء والتأمل والتفكير في تطوير العلاقات القريبة بالأسرة والأصدقاء مع قدوم عيد الفتر المبارك تبعا كل سنة وحضراتكم طيبين ترجمة نانسي قنقر